شركة ألمنيوم البحرين ألبا شركة ألمنيوم البحرين ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم بعد الصين لمواصلة تحقيق إنجازاتها المتتالية لسيما وأنها تعد من أبرز الواجهات الاقتصادية التي أكسبت البحرين سمعة عالمية وأحد أبرز مصادر الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد منذ إنشاء شركة ألبا عام 1968 وحتى بداية تشغيلها عام 1971 وتاريخها حافل بالنجاحات والإنجازات الباهرة على المستوى الدولي ليضاف إلى سجل إنجازاتها المتتالية إنجاز آخر وهو نيلها شهادة الاعتماد للإصدار الثاني والمحدث لمعيار سلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم لتصبح أول شركة في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة حيث شمل الاعتماد موقع المصهر إلى جانب مصنع التكليس والمرفأ البحري معيار سلسلة العهدة يعد مكملا لمعيار الأداء التابع لمبادرة استدامة الألمنيوم وهو متاح اختياريا للأعضاء الذين انضموا للمبادرة حيث يشمل العديد من المتطلبات لوضع أساسات سلسلة العهدة للألمنيوم المعتمد من قبل مبادرة استدامة الألمنيوم مما يتيح المزيد من الرقابة والتحكم في الانتاج والعمليات عبر جميع مراحل سلسلة القيمة حصول شركة ألبا على شهادة الاعتماد لمعيار سلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم يؤكد التزامها بتحقيق ما هو أبعد من المسئولية الاجتماعية للشركات وتغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالها من خلال التوريد المسئول والإنتاج المستدام